ينم إلينا حول هذا الموضوع من عمان دكتور فاضل الزعبي الخبير في الأمن الغذائي بمركز جناف للدراسات أهلا بك دكتور فاضل ماذا يعني أولا أو ما أهمية هذا الاتفاق اتفاق الحبوب الذي أبرم بين أوكرانيا وروسيا وماذا يعني تمديده للأمن الغذائي العالمي دكتور فاضل شكرا جزيلا أولا اتفاق الحبوب هو وضع خطوة مهمة جدا على طريق ضمان التوريد للسوق العالمي واستقرار السوق الغذائي العالمي وتحديدا القمح وشكل اليقين الذي شكل في التوقيع الاتفاق الأول أدى فورا إلى انخفاض فوري بالأسعار بعدود 6% وعند تمديده أيضا كذلك كان هناك انخفاض في الأسعار بنفس الرقم تقريبا 5% لكن الآن هذا التمديد بالرغم من أنه لستين يوما إلا أنه سيساهم في الموجة السائدة بأسعار الغذاء عالميا بالانخفاض نحن نعرف أنه حسب تقديرات منظمة الفاو الأرض والزراء العالمية الأسعار الغذاء لشهر الحالي عشر في انخفاض بالرغم من أنه انخفاض قليل 6 بالألف و7 بالألف كل شهر إلا أنه بانخفاض أي هزة في التوريد وخاصة القمح ستشكل ضعضع في السوق وبالتالي نرجع نشهد ما حصلت في بداية الحرب أول ما شهدت الحرب ارتفع أسعار القمح بنسبة 24% فورا لذلك هذا كله ينعكس على الأمن الغذائي وأعداد الجوع في العالم وماذا يعني دكتور فاضل موافقة موسكو على التمديد لستين يوما عوض مئة وعشرين يوم كيف يمكن أن يؤثر على هذا الاستنبرار في انخفاض أسعار الغذاء رح يساهم بالاستمرار على الأقل الاستقرار إن لم يكن انخفاض لكن دعيني أذكر بأن الستين يوما هي موضوع تكتيكي بالدرجة الأولى والسبب يعود إلى عدم قيام الأمم المتحدة بما تدعي روسيا بواجبها اتجاه الجزء الخاص بها من هذه الاتفاقية الاتفاقية كانت تنص على تسهيل مرور الحبوب الأوكرانية والتي طلعت بمعدل 5 مليون طن شهريا لكن أيضا كانت تنص على التسهيل واستثناء الصادرات الزراعية والأسمدة تحديدا من روسيا إلى العالم ونعلم أن العقوبات الغربية طالت كل التعاملات المصرفية الخاصة بهذه الشحنات طالت التأمين وطالت الشحن وهذه كلها تعيق تصدير الأسمدة والمنتجات الزراعية هل يحول دون تنفيذ الأمم المتحدة لهذه الالتزامات دكتور فاضل؟ العقوبات الغربية تحول الأمم المتحدة مع الغرب والغرب لغاية الآن لم يقم بشكل كامل برفع بعض العقوبات أو على الأقل استثناء الأسمدة والقمح من العقوبات الموجودة في البنوك وتحولات المعاملات المصرفية والتأمين العالي وشركات التأمين التي لا تؤمن على هذه الشحنات وأيضا نعلم بأن شحنات وتصادرات روسيا بكمية ضخمة لذلك لا بد من السفن الناقلة الكبيرة والضخمة والتي لا تتوفر لدى روسيا وإنما الآن تمتنع عن الوصول الموانئ الروسية بفعل العقوبات الغربية بعد تقارير عن تراجع الإنتاج الزراع في أوكرانيا ما هي مخاطر استمرار الحرب على إمدادات الحبوب إلى العالم لا سيما دول العالم الثالث دكتور وهناك خطر لكن دعينا ننظر إلى الزاوية الأخرى أنه خلال عام دول العالم الأخرى أصبحت أيضا تركز على إنتاج الحبوب لأنها لا تريد أن تبقى معرضة للصدمات الدولية لذلك ما تنتجه أوكرانيا وتضخه في سوق القمح تحديدا الذي يصل إلى 16 أو 18 مليون طن أصبح الآن في جزئيات في بعض الدول تعوض عن هذا النقص نرى أن إنتاج الهند زاد 8 مليون طن أستراليا كمان زاد بفعل العوامل الجوية المؤاتية دول العربية أيضا بدأت تحذو خطوات من أجل إنتاج القمح تحديدا ولذلك رح يتم امتصاص هذه الصدمة نحن نتحدث عن أكثر من عام على هذه الحرب وأتوقع أنه في نهاية العام الحالي رح يكون التأثير أقل بكثير مما كان في بداية الحرب أشكرك من عمان دكتور فاضل الزعبي خبير الأمن الغذائي بمركز جينيف للدراسات